وهيكي عاد تكون هيكي انو نص نص ثلاث مينة منها نحيف انا هيكي بحب البنت صراحة هلقلك انا بحب الشب صراحة عيونه يكون ووز مرحبا تيكيت كيف بتصرف بالمواقف المحرجة اهلين فيكم اصدقائي فيديو جيد لليوم حبيت ذكركم تابعوا هذا الفيديو للاخير لانو عدا تيكيت عم يكون في فقرة مقفلة كتير 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 حلوة وعم يكون في مسابقة بتربحوا في كروت جوجل بلاي وعدا هيك عم يكون في الاخطاء والعسرات اللي احلم نتيكيت كلو خلينا نشوف من انا وصغير بتصير معي مواقف محرجة كلياتنا بتصير معنا مواقف محرجة مو مشكلة وخلاص بنتخطاها بس انا بحس انو المواقف المحرجة بتمد معي احيانا بتمع مفكر فيها ساعات ايام لحد هلأ كل يوم بالليل اول مواقف محرج بصير معي هو لما بتكون طالع انت وشخص بتسلم عليه بداك تبدعو انو خلاص باي يعني تتركو بعد ما بتسلم عليه بتكتشف انو اتنين كون رح تمشوا بنفس الطريق اتنين كون طريقون واحد هون بتستغرب انو شو الترتيب تساوي حالي ما بعرفك او ارجع سلم عليك من جديد اخلاك مباوسة ولا شو الموقع يعني الحلة طبعا انا هوني كعساس انو شخص حربوء بقعد اتفادى الا الحراج اما بقعد بشيء حديث معوه لما بلش شيء حديث معوه اما بيجي المفرق تبعو بيروح باي باي كمان موقف بصير معي لما حدا يسلم على حدا وراك او انت خصوصا اذا كانت بنت جلخة تسلم هيك او انت طبعا هون دغري بيطلع عرق الجحشنة براسك انو لا انا ما لازم فرجيها انو انا نفسية لازم اكسب الفرصة هلا شو ده تقول عني هون دغري يتسلم هيك معلم بترد الله السلام او تكتشف انو او 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 كمان هي بيدير معي بيتير اعلم ليش انا بالزات يعني تالت موقف محرج اللي هو إنه لما حدا يكون مصابه يربط رباطات بوتو ويعطيك مصابه اللي ماسكه بأيله هل لي معني أكلك والله لا، مستخدم زبط اه اكل أكل اه كيف نكون الأخير؟ كمان موقف لما يجي حدا ويعطيك الشو اسمه وتبعه هايك ناح وشاك هيك زيادة يعني هار بزات لما كنا صغار كنا سيسير معنا موقف غريب يعني أنا لما كان صغير معي ما أعرف إنه وين بدي يتطلع حتى يعني بتجي لك تنكشوا للشخص مشان ما فيك تنكشوا بيعتبروها تحرش بتصير قضية تحرش ضدك فإنه شو الحلة تبعها أو شو الواحد لازم يتصرف بها الحالة ما بعين كمان موقف محرج كان سبب بامتحاري ثلاث مرات اللي هو إنه أنا ما بسمع أغاني عربي بس فيه أغاني بغصب لعنك بتسمعها هون وهون وكذا وتطرب فلما تيجي تغني أغنية ما تكون تعرفة أنت مصبوط اسمع بدو يقلك هو تفكر ترجع ما ودعتك كتير زياء هوا ده ضلت زكريات شو كي جفت عرضه مغني الكوراس غلط أنا متأكر إنه المشكلة منه هو هو مغنيها غلط كمان موقف محرج اللي هو بيلو علاقة بالخرفنة لما تيجي تحمل حالق أنت الرومانسي الفلامينكو القيتارجي الشمعاوي الحربوء وتقعر تفوت ببنت إنه فوتت تبع إنه طباقجية يعني ملآخر هلأ شلوم ديليك أنا بحب البنت تكون بتلبس نظارات هيك بتشبني هالقصة ويكونوا عيونها ملوانين وتكون مشقرة شعرها حصراً مو أشعر مشقرته تشعير وبحب أنه لا سمينة ولا نحيفة يعني هيك نصص هيك أنا بحب هلأ إليك أنا بحب شب صراحة يكونوا زرق كتير هيك يكونوا بحري زرق؟ بس إنه بتحبي يكون شعره أسود صح؟ لا 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 ما بحب الشعر الأسود بحب يكون أشعر أشعر كتير أشعر بس يكون نحيف صح؟ لا 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 ما بحب النحف أنا نهائياً إنه بحبه يكون معبه هيك واسمينه ولو كرش هاي بي بتحسو عرفة طبعاً محيف معه كرش موقف كمان سعيل لما تيجي تبهر شخص بمعلوماتك أم هو ينبهر بكمية الجحشن اللي عندك ياه طلعنا كتير حلوة صح؟ حسنا بحب الشكة عن فكرة الثابقة كانت فرصة كتير حلوة التي لأنني تعرفت عليك ولها في دخيل لألبكي أنا كمان شفتش تج 의�ي حضرتك؟ والله بشركة يابانية هاي بحكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي سابت ما نزل نايك و انتيكت هلأ جاهديني عشتوية وكذا رح نخفف انتاجية التيكت مستمرين معكم بالقناة بكل انواع الفيديوهات وحتى التيكت وانا مرح تخفف انتاجيته شوي رح نعوض بشي تاني قريبا بحكي لكم بتم معكم انا على اطلاع مشان تموا كمان على التواصل اكبر وتموا وشو مابركم تسألوني وهيك تابعوني على الانستغرام وهلأ بنروح لفقرة مأفن مبتعوني 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 ايو 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 كيفكم اشخبكم اصدقائي بتمني اعجبكم التكيت تبع اليوم ما هو لأيتين التكيت اصلا محنا مهتم بقت بالحلقة الماضية سألناكو انو ممكن تزعي شخص نيرد دعنا نشوف المقفلين لا هالمرة شو كتبوا لانا عباس دهاني عن يقول الشخص الفرق بيني وبينك ان انتو لابس نظارات من كتر الدراسة وانا لابسها من كتر اللي عملي بلاي ستيشن تعليق من هي بدعاء صحيح انت اشتر واحد بالصف بس شوفها اذا ما بتعرف تحب بنت لقيم لقيمة تعليق هدي اليحيا بدي يخبرك اليوم غايبة عن السرياضيات موسى الموسى وعد مني اشريك اذا بتدرك الدراسة راح زوجة كريمة بنت حلوة ومهنومة اشبه عفراء زينب حايق هل تعرف انه هداكية اللي قاعد بالزاوية اخر ربع علامة اكتر منك بالعربي ومرح الاستاذ بدو ما يجيب سيرتاك ريلي هل تعلم انه الدراسة ليست ضمن القائمة العالمية للهوايات والله شكلك تعلم ومتييس متييس عريف في خبر موحلو شو هوي ابوك عطاك عمره الله لا يوفا فكت ونسكر المدرسة صالم صالم معدى لي اقرب انا معدى لك الله يرحمه فارس شبلي مخة كم صف حالو؟ ثلاث مية وقتة وقتة اصلا انت مرت تهتم فيني بتهتم بس لدراسة بلا مهتم فيك وكل شي تمام مهتم فيك وملاحق ليك ايه مت اول مرة تقابلنا ايه 25 قانون التاني كان امتحان الاسس الكهربائية بالمدرسة ويوميته انا اخذت 95 حمزة محمد عريفة ارحمي صحتك رح تداشي كتب لسه بلع بلع شو صار ليه؟ مدر عبدالله بقله افتاح قناة اسمه فافا نار بوليوم السبت عاملين برنامج كيف تصير الاول بالمدرسة تعال وماش بنعلمك كيف تصير الاول فوت تعليق فضة من محمد تيجي العريف انت عم تدرس مشان المصاري بالكبر وانا عم ضيع وقتي مع ويسان مشان افلس من الصغر افلان عاتي الحياة حلوة تعليق ثاني فضي كان من عبدالرحمن قال عريف انو نفسي يجوزك الكتاب مشان الله يرزقك الالم الصالح شهد نصري اذا درست اثر منه راح تشوخ تعليق سبر مهضوم من دادو هاد المخلق ولا الديب تعليق من احمد رومان قال عريف كدت انتو ضاجي عالورقة ابتعد عنها قليلة بقدر اعرف قديش ذاكرتك الداخلية عريف انت وين الولادت المستشفى كل مدرسة تعليق من عالي الجيمر قال اسأله عن ترجمة شقائق النعمان وجلدة الغاز بالانجليزي هو اكيد سيستعين فيك بخصوص جلدة الغاز بس بشقائق منهم يستعين والله لا ادرس تعليق سبر سبر مهضوم من محمود كيلو قال عريف ما بعرف اذا كنت عمدينة شو كان سويت لهو بتكون خصت فقد مقفل شكرا كتير لنتابعتكم اصدقائي اما التعليق الزهبي كان من محمد الحزوري العريف سنوصي عشاور ما وصيلك طريقي على وجبة جغرافي العربي ووحدة فيزياء مع شيرام هوني شكرا كنت تعليقك صديقي محمد الحزوري او الحزوري تعليقك سيكون الحيط ان شاء الله اسبوع الجاية بس نسينا نحط نسينا نحط التعليق الزهبي تابع الاسبوع الماضي اسبوع الجاية بنحط التعليقين اما السؤال فقد مقفل الحلقة الجاية انو كتبوني تعليق مهدومي ناسي بهي الصورة وحطوليها بهاشتاك خود بنشوفكم الستة الجاية بتكت جديدة ان شاء الله احدتهم اصدقائي اللي بحب يشارك بالمصابقة للأسبوع الجاية ويربح معنا بطاقات جوجل شوفوا لي هي الصورة طلعت وين باي فيديو من قناتنا وباي سانية مننا وبعتولي الأجوبة على حسابي على الانستغرام ارحبني الواكمة في المايكروفون بكووويم وداول